يعني قرأت ما يؤكد طارق نور يا جماعة ما بيعملش حاجة الا اذا كان يعرف جيدا انه سيربح منه يعني في بوست كده يوم 16 اللي فات كتبته فاطمة نعود فاطمة نعود كاتبة وشاعرة ولها مواقف واضحة جدا في مسيرة التنوير كتبت ايه على صفحتها يوم 16 انا جاب بس البوست ده قضيتي مش قضيتي فاطمة نعود هنا النهاردة ولكن للتأكيد يعني انا بتقول ردا على الاصدقاء الذين تساءلون لماذا لا اقدم برنامجا تلفزيونيا تنويريا ويطالبونني بذلك اقول عملت العام الماضي برنامجا تنويريا تسقفيا في قناة القارة والناس اسمه نعود الخطر وسجلنا بالفعل خمس حلقات جميلة والقناة عملت برومو دعائي محترم للبرنامج واوشك البرنامج ان يرى النور وقبل عرض البرومو بيومين فجأت بالاستاذ طارق نور يطلب مني دفع فلوس شراء الهواء فهو لا يدفع للمزيعين والمزيعات حسب قوله بل هم الذين يشترون منه الهواء لبرامجي وخيرني بين امري اما ان ادفع انا سمن الهواء فيه شوية علامات تعجب كده او ابحث عن رجل اعمال سري ليكون سبونسر رائي للبرنامج بتاعه يدفع للقناة سمن الهواء لظهور برنامجي طبعا شكرت الاستاذ طارق نور وانسحبت بتقول ملحوظة اضطررت الاعلان هذا السر بعد تكرار تساؤلات الاصدقاء لان لا يظن الناس انني متقاعسة او متكاسلة عن تقديم برنامج لنشر التنوير والثقافة على نحو اسرع زي ما قلت لحضراتكو انا مش قضيتي فاطمة نعوز هي كاتبة وشعيرة ومثقفة وتواصل معركتها من اجل ما تعتقد انه صحيح لكن ده تدليل بس على انه طارق نور ما بيعملش حاجة بلاش فمش هيصخر القناة ليل وانهار يعني ينشر هذا الغساء الذي تتفوه به ناشو الحوفي عن 57 وعن من يعرضون 57 لله مش هينشره ولا يزيعه عشان عيون شريف ابو النجا خالص ولكن فيه مصلحة اساسية تفضل القضية اللي احنا قاعدين نتكلم فيه يا جماعة لو سمحتو التقرير فين التقرير بتاع المستشفى فين عشان الرأي العام ما يحسش انه تلزع على افاة ما يحسش انه الناس استقردته ما يحسش انه فيه كلام اتقال اما انه الاعلام اللي قال الكلام ده يطلق غلطان او ان المستشفى يبقى فيها مخالفات والناس تتحاسب لكن هذا الصمت وهذا الاداء اعتقد انه لا يليق لا يليق على الاطلاق بيعني ما نعيشه من محاولة انه يبقى عندنا دولة محترمة ودولة بيحكمها القانون ودولة اللي بيغلط بيتحاسب ايا كان من الغلط فانا اطمع الحقيقة بانه التقرير تطلع في اقرب وقت لانه فيه شفت بيحصل انه خلاص كل كلام اللي تقال الناس نسيته ونبدأ بقى نغسل وش الادارة المستشفى تاني ونرجع نتكلم عن تبرعات اللي احنا مش عارفين هي برضو بتروح فين وبتتصرف فين الحقيقة المسألة يعني صعبة جدا صعبة صعبة جدا خلوني طيب اطلع فاصل وهنرجع لحاجة من قيامنا الكبيرة والعظيمة النهاردة 23 سبتمبر ذكرى ميلاد شاعر مهم جدا من شعرقنا هو سيد حجاب 1940 23 سبتمبر ولد سيد حجاب هنحتفي بيه وبميلاده بطريقتنا الخاصة نفكركم بيه ونفكركم بحكاياته ونفكركم كمان باغنيه هيطلع فاصل وارجع تاني نقدم اعتفاقنا بيه سيد حجاب وبعدين عندنا فقرة مهمة جدا بفتنة فيها دكتورة أمنة نصير سنقدمها بما يليق بيها واعتقد ان الحوار هيكون معاها قوي ومختلف وجريء فاصل واعود لحضراتكم مرة تانية